سجر الفتح الهمي حي وعنوار طلسطين الضب بعد سبع شداد من سنين الإرجاء وتحت سماء شعار التحرير والبناء حسر المؤتمر السابع لحركة فتح عن تقدم 64 مترشحاً لعضوية اللجنة المركزية وترشح 423 لعضوية المجلس الثوري عمق مشروع المقاومة مقابل عقم شعار التسوية مسى مخرج المؤتمر بمحرج الموقف في ظل تباين وجهتي النظر الداخليتين حول جدوى التمسك بخواء أوسلو بين عض بنواجد التشبث بمخرجي المفاوضات والتنسيق الأمني بزعم أن البديل هو الفوضى وبين الدعوة إلى مراجعة البرنامج الوطني والسياسي بحكم أن التمادي رغم الإخفاق عمهم في التخبط حبل أذكار المؤتمرين قطعه انسرام عقد البساط الزماني الذي أخرج المشهد من شوط التحضير إلى شوط الانتخاب قاطعا جدل النقاش العريض بفرز أظهر احتفاظ الوجه القديم بحظه التقليدي المقسوم لكن ذات مقصلة الإقصاء التي أسقط مفصل حسابها غير الجيل القديم من دائرة المنافسة وتستحيى الطبقة المتغضنة انشطر تحت سقف مفاعدها نواذرات تشكلتها التقليدية فيما بدى صراعا محموما لا يبعد أن تكون قد انتقلت إلى مقاسه عدوى الولاء المحتضن والبراء المقصي بقارنة غياب أسماء أعلام في الحركة علاوة على مرشح مدينة القدس ما أصاب انتخابات مركزية وتوري فتح بالظلع البين حسب المراقبين ووفق النتائج المعلنة الأولية فإن الفائزين بسباق اللجنة المركزية والمجلس الثوري هم مروان البرغوثي جبريل الرجوب محمد اشتية أحسين الشيخ محمود العالول توفيق الطيراوي صائب عريقات الحاج إسماعيل جبر جمال محيسن ناصر القدوة أحمد حلس محمد المدني صبري صيدم سمير الرفاعي عزام الأحمد عباس زكي روحي فتوح دلال سلام اشتركوا في القناة